بعد هم الزواج والتفكير به والتجهيز له يأتي ما يسمى بشهر العسل من حقنا أن نسعد قليلاً ونبتهج بحبيب صار بين أيدينا ونعيش لحظة من الحب والانسجام العاطفي ولكن لهذا الشهر خطة أخرى لن يخبرك بها أحد اسمعني جيداً جزء من إكمال زواجك بشكل صحيح هو أن تهتم من اليوم الأول بصنع توافق مع شريك حياتك يعني أن تشمع حول مجموعة من الرؤى والقناعات لما ستكون عليه حياتك ما مستقبلاً انتبه لا أخصد أن تضع يدك على خدك ويكون شهر العسل شهر تحقيق وأسئلة وكيف ولماذا وأي لا 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 امشوا وحدة وحدة تكلموا وتعاملوا بطريقة يكون فيها ذكاء من دون ملل ابدوا بالتعرف على بعضك وما شيئاً فشيئاً خصوصاً في الأمور المهمة كيفية التعامل نفسياً جنسياً مادياً سلوكياً وصنع الانطباع الأول عن شكل العلاقة وطبيعة الشريك الأذكياء هم يدركون قيمة المرحلة الأولى الأذكياء هم من يهتمون بصنع انطباعات إيجابية العقلاء هم من يتعاملون مع الأسطول الأولى على أنها كاشفة عن محتوى الرسالة في اللي من اللحظة الأولى بدأ في الشك والقلق من الانطباع اللي خضاه ما ينبأ عن صعوبات مقبلة وأصبح يخاف من القرار اللي اتخذه في الارتباط بهذا الشريك وفي شيء آخر مهم وهو توسع دائرة التوافق مع شريكك طروري أن تترك أنانيتك ونرجسيتك جانباً والاقتراب من عالمه أكثر والاشتهال في صنع أرضية ومشتركة تشعره بالأمان وتعمل على بث الطمأنينة في وجدانه تعامل بلطف وخليك شديد الحرص على تحفيز وعيك كي يكون أكثر التقاطاً لردود الأفعال وتعمل جاهداً كي تزيح أي سوء فهم يمكن أن يتسبب في الاختلاف بينكم من الذكاء أن تتعامل في الفترة الأولى من الزواج كأنكما ما زلتم في فترة الخطوبة لا يشعر أحدكم الآخر بانقلاف في طباعه ولا ينفتح فتاحاً كاملاً في تحفظه وطباعه أعلم أنه من الجيد أن نعبر عن أنفسنا حتى يستطيع الشريك فهمنا جيداً وكيف يتعامل معنا لكن صدقني سيكون الأمر أكثر قبولاً حينما يكون هادئاً ممزوجاً بالوعي والاحترام والتفاهم بوضوح ما أود قوله أن جزءاً مهمة من سعادتنا الزوجية قائم على أن يتكيف كل الزوجين مع الحياة الزوجية ويتفهم كل شريك طبيعة شريك حياته وخصاله هذا التكيف يحدث حينما نكون أكثر تعاوناً وتفاهماً ليس هناك وقت مثالي لهذا الأمر غير أنه كل ما كان سريعاً ومثمراً كان أفضل فإذا حدث يمكننا تأكيد أن واجبك الأهم في شهر العسل قد تم بنجاح وأن عليك أن تكمل المشوار بدوافع إيجابية متفائلة ترجمة نانسي قنقر